اهلا بيكم مرة تانية عودة دي عشر صحب الاهلي وتاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة والحقيقة اللي من حضراتكم بيتابعنا بصفة مستمرة حيلاقي ان احنا دايما في الفقرة دي بصفة خاصة منتكلم عن السمنة وخصوصا السمنة المفرطة ومنحاول دايما نبروز الى اي درجة هذا الامر خطير جدا على صحبه كلمنا كتير عن انعكاسات السمنة المفرطة على الصحة العامة للجسم وحتى على الحالة النفسية عايزين بقى النهاردة نتكلم عن كيفية النزول في الوزن ولكن بشكل صحي وآمن ودي نقطة فيه منتهى الاهمية لان فيه كتير جدا من الاحيان قد يلجأ البعض لي امور معينة ما تكونش صحية قوي حتى لو نزل بمجابها في الوزن برضو النزول ده ما بيكونش صحي احنا النهاردة عايزين نتكلم في العكس النزول في الوزن بشكل صحي وآمن معنا دكتورة دينا ابو السعود اللي بناسعى دايما بوجودها معنا في البرنامج صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم الحمد لله كل حال الحمد لله بتالي المشكلة دي دايما بتقرق اي حد عنده سمنة مفرطة زي ما هو منزعج من وجود السمنة ساعد ينزعج من كيفية ان هو يتخلص منها ولكن بشكل صحي وآمن فده يتحقق ازاي فعلا يا كريم اي حد سواء ستة او راجل مريض سمنة بينزعج جدا وبيخش في مراحل اكتئاب غير لو الباديماس انديكس عدى الاربعين هنخش اكيد في ضغطه وسكر وقلبه ومشاكل في العظم ومشاكل في الرجبة ومشاكل في المفاصل وبتلاقي شباب معاديين في البيام اي فوق الاربعين دي كارسة لازم يبقى فيه وعي شديد ان احنا لازم نخس مش بس عشان الشكل الجمالي اكيد الشكل الجمالي مهم جدا لكن عشان صحتنا تبقى كويسة وطول ما احنا منكبر في السن بيبقى عندنا قريدي مشاكل في الحرق يعني كل ما انا بكبر في السن حرقي بيقل فما ينفعش ان انا سيب نفسي في الوقت الجسم فيه شغال حرق كويس ناس بتتبع زي ما قلت يا كريم في الاول انظمة غذائية مش صحية ان انا احرم نفسي من الاكل تماما ده غلط جدا لان انا محتاجة اكل محتاجة بروتين محتاجة كاربوهايدريتز بنسبة قليلة محتاجة فيتامينز مهم جدا جاي اتكلم معاك النهاردة ازاي نقدر نخس بشكل صحي وبشكل امن مع شركة بايو ناتشرلز اللي انتاجت مكمل غذائي رائع امن ما بيشتغلش على المخ ودي حاجة مهمة في بعض الادوية بتشتغل على المخ وانا ما بحبزهاش ابدا ان انا ابتدي اخدها وابتدي اتعصب وابتدي احس ان انا في دي هيدريشن عايزها شرب مية وابتدي يجيلي ارق لا دي دايما انعكستها احيانا بتبقى انعكستها لكن المنتج اللي انا هتكلم عنه اللي هو البا مالتي بيت اللي انا شايفه على الشاشة طبعا ده كورس كامير من بيستا اللي هتكلم عنه ده اللي بيعمل على انقاذ الوزن بشكل سليم ومعه القلب مالتي فيت ده مهم جدا ليه لان اي حد بخص لازم يعود قلة الاكل بالفيتامينات هو لما بيفقد وزني بيفقد معابة ضرورة معادن وعناصر مهمة للجسد اه طبعا لو انا قللت اكلي اكيد ممكن جدا افقد انا محتاجة الفيتامينز عشان مناعتي طول الوقت تبقى عالية عشان بشرتي ما تتأثرش عشان شعري ما يتأثرش عشان اخص وحس ان وشي في نظارة ما حسش ان شعري بالكتة العمال ينزل مني لا انا عايز اخص وفضل حلوة انا عايز اخص وفضلي بشكل مناسب وكارزميتي ما راحتش يعني فده الكورس اللي شركة بايو ناتشرلز بتقدمه كورس اللي هو منتج بيستا اللي هتكلم على مكوناته معك دلوقتي مع قلب مولتي فيت اللي بيداعم جدا الفيتامينات لانه بيحتوي على 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن مع القهوة الخضرة اللي بتعليه للحرق وكمان بيطلع مع الكورس هدية فيتامين دال المهم جدا للمناعة وللحرق وللشعر وكل وظيف الحياة وكل وظيف الجسمي جميل والمنتجين دول طبعا للرجالة والستات اه طبعا الاعمار بقى الفئات العمرية اللي يقدروا يتعاملوا مع هذا المنتج ابتداء من 13 سنة بقدر استخدم الكورس عادي جدا ما فيش اي مشكلة لجميع الاعمار ستات ورجال اصحاب الامراض المزمنة ما عنديش مشكلة معهم خالص ازاي نقدر استخدم الكورس ازاي مش انا اللي بحدده لدكاترة او اخصائيين العالجيين الموجودين في شركة بايو ناتشرلز اللي ارقام الشركة ظهرة على الشاشة بيقدروا يتواصلوا مع الشركة هو الاستخدام بيختلف من شخص لاخر اه طبعا طبعا اي مريض سمنا هيتكلم هيقول الطول هيقول الوزن هيتحسب له الوزن نعرف الدهون عنده زيادة قد ايه هنعرف هو بيلع برياضة او لا لان اللي بيلع برياضة او اللي بيمشي شوية او بيتحرك سرعة الحرق عنده اعلى شوية فقالب مالتي طبعا مع مريض لو عنده سكر او عنده ضغط او عنده قلب هناخد من ساشت لتلاتة ساشت في اليوم يعني بيستا اولا هو طعمه عصيري طفاح فطعمه حلو جدا بنحطه على كباية مية كبيرة عشان الالياف اللي فيه تضوب كويس قوي قبل الاكل بنص ساعة عشان كده احنا منقول ان بيستا طبعا انا على الشاشة بعض من العملاء اللي استخدموا كورس بيستا وخصوا عليه ده مهم اوي ازاي بنقدر نخص ان بيستا دخلوا الياف مهم اوي اي حد يخص لازم ياخد الياف الالياف دي زي ما بيقولوا بتنفش في المعدة وبتخلي المعدة بدل ما الحايز بتاعها مية في المية لا الحايز بتاعها بقى قليل اوي فلما باجي اكل ما باكلش الكميات الفضيع اللي انا كنت باكلها وبحس ان انا مش قادر اكل شبعانة ودي ده تارجة مهم اوي ان انا محسش ان عندي شراها في الاكل طول عمرنا عندنا شراها في الاكل حتى الناس اللي عندها سكر عندها شراها في الاكل واول حاجة في مريض السكر بيتقال له لازم تخس ما ينفعش يبحد عنده سكر ويفضل تخين عشان نعلي من حساسية الانسولين للخلايا هاخد ساشة واحدة او اتنين او تلاتة الديكاترة او اخصائيين العلاجين الموجودين داخل الشركة بيقدروا يتابعوا الحالة احنا عندنا متابعة مجانية كل اسبوع ودي حاجة مهمة اوي ان احنا ندعم مريض السمنة تدعيم نفسي وتشجيع ده بيدي حافظ ان هو ايه اول اسبوع انا عملت كذا اخدت كذا خسيت كذا فبيدي حلوة اوي ان حد مريض السمنة يبتدي معانا ويلاقي اول اسبوع خس بيدي له حافظ انه يكمل بيدي له ثقة بنفسه اكتر وعلى طول بقول مفيش حاجة اسمها انا عديت التسعين كيلو انا عديت الميت كيلو خلاص بقى بايزة بايزة اكل براحتي لا انا كده مش بس شكلي بقى وحش انا كده عرضة لامراض مزمنة انا في غنى عنها انا اسمع ان السمنة المفرطة هي بوابة لأكتر من اربعة واربعين مرض مختلف ممكن يصيبوا الانسان طبعا اكيد 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 السمنة بتدخلني في مشاكل القلب بتدخلني في مشاكل في التنفس بتدخلني في مقاومة انسولين بتدخلني في سكر نوع تاني بتدخلني في مشاكل في العظم لا لا يعني على طول بنقول لازم نخس مهمة قوي واي حد بيخس بي لا انه بتدخلني في مشاكل اكتئاب كثير جدا طبعا طبعا وبتدخلني في مشاكل في عملية التمثيل الغذائي وفقدان الثقة بالنفس طبعا طبعا وعرضة حتى للتنمر في بعض الاحيان طب تعالي بان نشوف ترجمة عملية للكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده من خلال حالة اتعاملت مع بيستا ونشوف حصل معها اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي سعدتك تخص انا اسمي علي جمال محمود سنة 24 سنة كنت 115 ودلوقتي 85 كيلة من قبل ما استخدم بيستا وكتش بقدر اتحرك ما كتش بقدر البس وصحابي كان بيجوا مثلا يقولي يلا نلعب كرة ما كتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوب عندي في الحركة فكت محروم من حاجات كتير قوي بس بعد ما استخدمت بيستا كل حاجات دي تحلي انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة يوميا كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه وما كانش عندي مشكلة في الطعم نهائي لانه طعمه كان طعم التفاح كأنني باشرب عصير بالزر كنتش محروم من حاجة نهائي انا كنت باكل بيستا بس كنت باكل بكميات قليلة لانه بحسسني بالشبع لمدة طويلة وانا الصراحة بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنة انه يجرب بيستا الحقيقة دايما بنشوف يعني اعمار مختلفة بتتعامل مع هذا المنتج والحمد لله ان كلهم تقريبا يعني تجربتهم دايما بتبقى سعيدة في النهاي طبعا طبعا يعني الكيس اللي احنا شفناها وصغير دربع عشر سنة ويمكن في حلقات قبل كده كمان شوفنا ناس يعني بالمعنى الحرف يدينا بتشوفي بني ادم جديد حقيقي بني ادم جديد احساس بيبقى مختلف قوي يعني احساس رائع ان الواحد يقدر يخس ويقدر يعمل مهامه اليومية خلي بالك اي حد تخين او مليان اوي سواء ست او راجل بيبقى صعب ان هما ينزلوا ويروح يخلصوا نشاطاتهم اليومية ونشاطاتهم الاجتماعية ومجهود كبير عشان يعملوا حاجة بسيطة عضون دهون كتير طبعا فده بيبقى صعب قوي لازم لازم نخس لا محال يعني اللي بياخد بيسته بصفة مستمرة وقعد منتظم عليه شهر واثنين وثلاثة ونزل كم الوزن اللي هو كان عايز ينزله يعني حقق الهدف المنشور ايوه وبطل تمام هل بترجع الامور لسابق عهدها وترجع تاني المعدة تشتغل بكفائتها الكاملة او مش كفائتها المساحة بتكون متاحة بشكل كامل لان احنا نرجع زي ما كنا قبل كده نندخل فيها نفس كميات الاكل السابقة بص يا كريم اللي عنده ارادة رهيبة يكمل من غير بيسته يعني اللي عنده بقى ارادة قوية وقادر يمشي على لايف ستايل معين اوكي لكن اعتقد ان صعب يعني اعتقد ان اكتر من سبعين في المية انت عارف اصل المنتج احنا ما عملاش تكميم احنا ما عملاش جراحة فالمعدة زي ما هي فلو مش قادرين ان احنا نمشي لوحدنا في كورس تثبيت بيبقى مثلا ساشة واحدة في اليوم زي ما مادة كاترة اللي في الشركة يقولوا او كل يومين ناخد ساشة واحدة ده كورس التثبيت مع الشركة لكن اللي قادر يمشي وعنده ارادة بس اعتقد احنا قدام الاكل ارادتنا ضعيفة احنا عايزين اصلا دوة للارادة اصلا يعني الارادة مشكلة كبيرة للناس اللي بتعاني من سبنا الناس اللي بتعاني من مشكلة وقافة التدخين يعني الارادة للأسف مطلوب حضورها بقوة في امور كتيرة مهمة في حياة البني ادم لكن مش كلنا عندنا الارادة لا 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 مش كلنا اقوية ده دي حقيقة دي حقيقة احنا قلنا ان كل الاعمار البتدائم من سن 13 سنة في مفوق اعة يتعامل مع المنتج كمان مش بس بس يعني المهمه قوي قلب مالت فيت الناس اللي بتتفرج عليها بقى ومش عايزين يخصوا ياخدوا يكلموا الشركة ياخدوا قال Urban EEEE forty feet اخذت من غيرات مهمة جدا يعملوا كدا Taylor啊 multi feet احنا كلنا حتى اللي مش عايز يخص يدعم منعته عايز يدعم التمثيل الغذائي من غير تمثيل غذائية أنا أقول ما فيش حياة التمثيل الغذائي مهم جدا ألبو مولتي فيت ده مولتي فيتامين ملم بمعظم مش هقول كل لكن أقدر أقول معظم الفيتامينات اللي الجسم محتاجها يوميا من فيتامين بي كومبليكس مهم قوي فيتامين بي الكوبالامين الفوليك أسد البيوتين مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء مهم جدا لصحة أعصابنا والأعصاب الترافية عندك الزينك وفيتامين سي والكبر النحاس مهم جدا للمناعة وإحنا دخلين في شتا عايزين نحمي جسمنا من الفيروس فلازم نقوي منعاتنا جدا دخلوا كالسيوم مهم للتكوين عظمي وما نخافش من نسبة الكالسيوم اللي جواه لأن نسبة الكالسيوم اللي جواه سبعين بس أنا الجسم محتاج ألف يومي طب تغهير الكالسيوم فكرة التراكم لو أنا باخده يوميا حباية كل يوم الصبح العمر كان ما بقاش فيه أي تراكمات للمكونات دي بالنسبة لألبا مولتي فيت الفيتامينز اللي فيه قبل الزوابان في الماء ملياش أصلا تراكم في الخلايا أو تغزين في الخلايا ده اللي احنا منخاف من التراكم بالفيتامينز القبل الزوابان في الدهون دي بتتاخد بكميات بسيطة جدا أو بنعمل لها تحليل لكن ألبا مولتي فيت الفيتامينات اللي فيه قبل الزوابان في الماء فالزيادة منه بينزل عن طريق الماء أول مرة أسمع موضوع أن ممكن فيتامين يدوب في الدهون آه زي فيتامين ديل زي فيتامين كي زي فيتامين اي دول بيضوب في هذا نحن دbie Ladik دور لله idan دور لكن الفيتامينات قبل الزوابان في الدهون ده تتاخد بعد وجبة فيها نسبة دهون عشان الجسم يقدر يستفيد منها الفيتامينات اللي قبل الزوابان في الماء بتتاخد بعد الأكل بساعة عشان على كوباية مياه كبيرة ده بيبقى امتصاصه أحسن غري��을 تطور طيب تعالي باillä نروح لشوية أسئلة وصلتنا من المشاهدين رمضان محمود بيقول أنه عنده 49 سنة وعنده الضغط فهل مناسب لي أنه ياخد بيستا ولا في مشكلة؟ لا ما عنديش أي مشكلة مع مريض الضغط إطلاقا بالعكس مريض الضغط لازم يخس ولازم يقلل لنسبة الكوليسترول اللي عنده مريض الضغط بيمشى على الأدوية بتاعته لو عنده كوليسترول بيمشى على أدوية الخفضة للكوليسترول وبيستا قريدي فيه كروميوم الكروميوم بينظام لمستوى السكر ومستوى الكوليسترول بالمرة عشان نطمن بقية الناس من أصحاب الأمراض المزمنة طب اللي عنده سكر اللي عنده ارتفاع في نسب معينة من أمور معينة في جسمه يعني هل فيه أي من الآخر كده محزير للتعامل مع هذا المنتج؟ ما فيش أي محزير يمكن الكونسير بتاعي البسيط جدا ويقدروا يستشيروا الأطباء على الكورس المناسب لهم لا قدر الله لو فيه فشل كلاوي لا قدر الله دي أي حاجة بياخدوها تحت استشار الدكتور ده الاستثناء الوحيد يعني اللي عنده مشاكل في القلب لا ما عنديش مشكلة خالص خالص لكن الفشل الكلوي حتى اللحمة أو البروتين اللي بيكلوا بحساب طيب رهام أحمد بتقول بنتي عندها عشر سنين ووزنها 68 كيلو وشعرها بيقع بشكل كبير فهل لو ديتها الكورس ده حينزل وزنها وموضوع أو مشكلة شعرها هتتعالج؟ الشعر كتير قوي بيسألوني على الشعر يا كريم الشعر محتاج فيتامينز على طول بقول محتاج زينك محتاج فيتامين بي كومبليكس مش بس البيوتين محتاج كوبالامين وفولك أسد محتاج زينك محتاج فيتامينز محتاج حديد عشان كده لازم تشوف نسبة الحديد والسيروم فريتين لما تيجي تعمل تحليل الدم سورة الدم تعمل تحليل مخزون حديد أحيانا بيبقى فيه مشاكل مرضية زي أمراض منعية بتعمل ألوبيشيا زي أمراض الغضة الضرقية بتعمل برضو فقدان في الشعر لكن لو أنا ما عنديش مرض يستدعي دكتور ورشدة الطبيب لازم أمشي على فيتامينيات أكيد الأكل ما بتاخدش الإنتيك للفايتامينز بصورة كويسة ولازم طول الوقت أتأكد من كفاءة الجهاز الهضمي يعني على طول بقول الجهاز الهضمي يعني لو عندي حموضة لو عندي ارتجاع في المريق لو عندي إسهال مزمن لو عندي إمساك مزمن ما سيبش نفسي المعدة هي المسؤولة عن الانتصاص المعادن والفيتامينات لو عندي مشكلة في المعدة وما روحتش للدكتور يعليق وما حدش ياخد أدوية حموضة من نفسه خالص لأنا ممكن يقول لك أنا عندي حموضة وأخد حموضة وهو قص عنده ارتجاع في المريق فما حدش أنا ما بحبش الناس يعني على طول بقول بلاش ناخد أدوية المعدة والجهاز الهضمي من نفسنا الدكتور هو اللي وصفها بالمناسبة بمناسبة الكلام عن المعدة وليه سموا المعدة بيت الداء لأن المعدة هي أساس كل حاجة المعدة أساس المناعة ناس كتير مش عارفتها معدتي فيها حاجة وأمعائي فيها حاجة ما عنديش مناعة المايكروبيون والبكتيريا النفعة دي مع الخلايا المناعية هي اللي بتعملي المناعة بتاعتي المعدة أساس امتصاص الفيتامينات والمعدة لو عندي مشكلة في الجهاز الهضمي بتاعي مهما أكلت حاجات فيها فيتامين سي وفيتامين بي مش هيحصل لها امتصاص أخدت مكملات غذائية فيها فيتامين مش هيحصل لها امتصاص فلازم أعتني جدا 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 كميل طيب سؤال تاني من فادي عزيز بيقول أنا عندي 31 سنة ووزني كان 109 أخدت الكورس ووزني بقى مناسب هل لو وقفت دلوقتي أرجع عزيز تاني ولا لدي نقطة لو كنت أتكلم معك فيها من شوية بالزبط ما هو ده اللي بقول إن لو هو عنده الإرادة الشديدة إنه يفضل بعد ما وقف بيستا يأكل الحجام الصغيرة دي أوكي لكن ده ما بيحصلش غير مع التكميم أو زي ما حضرت قلت من شوية فكرة إنه هو ممكن يقلل المعدل بتاع أخدانه للبيستا في الحياة يعني كل يومين ثلاثة مثلا يأخذ مرة أو حاجة بالزبط طيب ألفت محمود بتقول أنا ولدت ابني من سنة ووزني 125 كيلو وبحاول أمشي على ضايت بقال كتير وما فيش نتيجة فهل متاح أخدوا الكورس أثناء الرضاعة؟ مفيش مشكلة ويقدروا كمان يكلموا عن طريق الأرقام لظهر على الشاشة آمن جدا جدا جميل طيب عولة حامل بتقول أنا كنت تعبانة وأخدت علاج بالكورتيزون وأعمال لي مية تحت الجلد وبالتالي تخنت جدا فلو أخدت الكورس هيمزل لي المية دي ولا لأ يعني أنا بقى مش بتكلم على فكرة وزني زايد هي بتكلم على مية تكونت تحت الجلد نتيجة الكورتيزون فإيه الوضع في الحالة دي؟ الكورتيزونات هي فعلا بتعمل احتباس للسوائل بنقلل شوية الملح بتاعنا في الأكل ومنقدر نمشي شوية وتقدر تاخد كورس بيستا بيقدر ينزل كمان السوائل والدهون المخزنة في الجسم طيب في الدقيقة الوحيدة اللي فضلة على نهاية حلقتنا النهاردة ونهاية الفقرة اللي انت نورتين فيها خلينا سألك السؤال ومتوقع منك إجابة مقتضبة عشان الوقت إيه اللي يخلي حده بيعاني من السمنة يتعامل مع بيستا ومش مع أي منتج تاني؟ علشان بيستا أول حاجة مرخص مزارة الصحة المصرية ما ينفعش ناخد أي حاجة للتخصيص ومش بس التخصيص يعني حتى الكريمات اللي بحطها على وشي حتى حاجات العشار حتى الاكسترن الحاجات اللي ما بتتبلعش لازم يبقى لها سواء ترخيص مزارة الصحة سواء ترخيص منهاية سلامة الغذاء دي أول حاجة متوافر في السيداليات وده يديني الأمان الشديد لكن الأحسن بالنسبة لنا أنه يقدروا يتابعوا يعني أنهم ياخدوا الكورس كامل وبيستا عبارة عن ألياف ومكونات طبيعية من الشوفان ومن ردة الأمحة ومن قشور السليام من فيتامين سي من الكروميوم آمن جدا ما بيشتغلش على المخ عشان كده أنا على طول بقول بيستا الأفضل للإنقاص في الوزن بدون حرمان زي الفل أنا بشكرك على وجودك معنا في حلقات النهاردة نورت لينك على عادة والشاء الله تشوفك على خير والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على متابعاتكم لينا في حلقات النهاردة تشوفكم على خير بإذن الله إلى اللقاء